في أيار 2021 أطلق المصرف المركزي منصة صيرفة وحدد سعر الصرف بـ 12 ألف ليرة كان سعر صرف الدولار أنذاك لم يتجاوز 13 ألف ليرة كان الاحتياطي في المصرف المركزي بالعملات الصعبة يبلغ أنذاك نحو 16 مليار دولار أمريكي إطلاق المنصة جاء بعد أربعة أشهر على البدء بالعمل في التعميم 161 بعد عام بالتمام والكمال ومع استمرار عمل منصة صيرفة واستمرار تطبيق التعميم 161 بلغ سعر صرف الدولار في أيار 2022 38 ألف ليرة تدخل المصرف المركزي وألزم المصرف تلبية طلبات المواطنين لشراء الدولارات على منصة صيرفة فهبط سعر الصرف إلى 27 ألف ليرة عند تدخله والانخفاض الكبير في سعر الصرف في أيار الماضي كان الاحتياطي في المصرف المركزي قد بلغ 11 مليار دولار اليوم وبعدما لامس سعر الصرف 48 ألف ليرة أصدر المصرف المركزي تعميما يشبه التعميم الذي أصدره في أيار الماضي وينص التعميم على أن مصرف لبنان سيقوم ببيع الدولارات على سعر جديد للمنصة وهو 38 ألف ليرة مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات من دون صقف لقيمة العملية في أيار الماضي كان وقع التعميم انخفاضا بعشرة ألاف ليرة فيما تعميم اليوم لم يؤثر سوى بانخفاض ستة ألاف ليرة إذ وصل سعر الصرف بعد التعميم إلى 42 ألفا وخمسمائة ليرة لبنانية وفي انتظار الإعلان عن صافي الاحتياطات في المركزي بالعملة الصعبة في الخامس عشر من كانون الثاني من العام الجديد وفي انتظار الإعلان عن صافي الاحتياطات في المركزي بالعملة الصعبة من المتوقع أن يشهد الاحتياطين خفاضا يتجاوز آخر مبلغ رسمي معلن من قبل وزير المال يوسف الخليل في تشرين الثاني الماضي وهو 10.3 مليار دولار أدام شمس الدين قناة الجديد